تحسن يالي أعلن بشكل رسمي عن غياب ساديو ماني عن أول مباراة كأس العالم 2022 ضد المنتخب الهولندي بعد الإصابة اللي اتعرض لها مع بايرن بيونيخ ضد فرد بريمين مع وجود محاولات الواقع في الجولة السنية من المنديال صحيفة لانوفيلا تربيو قالت إن في 35 إماما 35 قرية مختلفة قاموا بتلاوة الكرآن 45 مرة يوم الحد الماضي من أجل مشاركة ساديو ماني في المنديال وإحنا كمان بندعيه يا رب ساديو ماني يلحق المنديال اسم أفريق كبير ومؤثر ونحن نأمل في السنغال تحديدا في منتخب أفريقي زي السنغال إنه يصل بعيدا بعيدا في كأس العالم نتمنى ده ونتمنى يا رحمة طيب